اللي نعرفه في العلاقات بين الرجالة وستات ان الخناءة بتكون على وحدة علشان حلوة بقى علشان جمال ودلال علشان حاجات تانية كتير انما ستات تتخني على واحد دو قليلة او الصراحة بس ده اللي حصل مع الفنان احمد سعد اللي قاعد فترة مالوش حص في الستات لحد ما استقر الفترة اللي فاتت لكن واحدة من ستاته القديمة اللي هي الفنانة سمية الخشاب شكلها مش شيلة من دماغها بس امراته الجديدة بقى شكلها سيء الميركب صح ومش في بلاحد وده اللي هقول لكم على كواليسه في الفيديو ده الفنان احمد سعد شكله لعبها صح وعمل حفلة في السعودية ضرب بها صفير كتير بحجر واحد يعني من الاخر ركب التريند وشكله مش نازل دلوقتي اغانيه حققت نجاح كبير اطلالته قلب السوشال ميديا استفز طلقته السابقة سمية الخشاب كشف انه نضج وحياته بقت مستقرة ودنيته بقت تمام التمام الفترة اللي فاتت شكل العروسة الجديدة وبنته اللي خلفتها لي من كم يوم وشا حلوالي احمد سعد ظهر في حفلة الجامدة في السعودية كانت ضخمة فعلا وعملها ضمن حفلات موسم جد عشرين تلاتة وعشرين وده على مصرح بنشمارل والجمهور اللي حضر كان كبير قوي كان ظهوره بقى هو اللي صح الصح علشان اطلالته كانت مثيرة لبس حلق لونه فضي ايوة ما هو ده اللي بيأكل مع الناس ومش بس كده ده كمان كان لابس قميس اكمة مشفافة ولونه اسود والاجواء اللي علاعت مع اغاني اعليك يا عيون ايه اليوم الحلو ده سألت نفسي كتير وربنا كرم بتفاعل ما حصلش الفنانة سمية الخشاب فضحت نفسها وقال ايه عبزة تقول انها كوميديانة وكده والجمهورها يضحق وهي تركب التريند مكان طلقها احمد سعد المهم يعني سمية عرفت تعمل ايه كويس هيا مش صغيرة وكل كلمة بتقول رسالة وهو ينوبها من الحب جانب وفي الحقيقة هي بقالها فترة كده مش بتظهر على الساحة حتى شغلها قليل تفاعلها على السوشيال ميديا بقى في النازل فقالت اضرف احمد سعد واشوف رد الفعل اعملت جدل بتغريضة غامضة لها على حسابها في تويتر وده اللي اعتبر كتير من المتابعين رسالة متوجهها الجزء السابق احمد سعد وكتبت وانا اقول لبسي راح فين وده اللي شافوا متابعين ليها السخرية واضحة من اطلالة احمد سعد وده في حفلة اللي عملها في السعودية وكمان في ناس قالت مش صح اللي بتعمله ده ولازم تسكت بقى علشان خلاص الراجل بقى متجوز وعنده اسرته وبلاش الحركات النص كم دي الغريبة ان احمد سعد كان زمان معروف عنه انه متعدد العلاقات النسائية والمعروف عنه انه تجوز مرة من بره الوسط ومخلف ولد وبنت بس بعد الطلاق ثلاث مرات بينهم لان علاقة لي مع الفنانة ريم البرودي وده سنة 2011 ووقتها تخطبوا والموضوع مش في سكة الجواز بس الموضوع حصل فيه ازمات كتير وبعدها اتقال ان الجواز تم في السر وريم البرودي اصارت ان الجواز علني مش في السر ومع اسرارها ده احمد سعد اعترف انه تم فعلا وقعدوا ستة ايام بس بعدها سومية الخشاب دخلت في علاقة مع احمد سعد واتجوزوا فعلا بس الموضوع يا دوب سنة ونص وكفاية عليهم كده بس الشكل سومية مش شايل احمد سعد من دماغها وشكلها ندمانة على الطلاق بدليل تصرفتها لكن ريم نسيت حكايته اصلا وامراته الاولانية مش هتعرف ترجع له تاني ودلوقتي احمد سعد متجوز للمرة الرابعة وحياته الحمد لله نمسك الخشب يعني جوزت علياء بس يوني مصممة الازياء من احمد سعد غيرته خالص وبقى فعلا بني ادم تاني بني ادم ناضج كده وعائل وهو نفسه قال مش هدخل في حكايات تاني وعاوز استقر وكفاية كل اللي حصل في حياتي من وراء الستات ودلوقتي خلف منها بنوتا سمها على اسمها بس بعد اللي عملته سومية الخشاب الجمهور كان منتظر رد فعلي من مرات احمد سعد لكن واضح كده انه فارض شخصيته وحكم الدنيا كويس وعمل لحياته معها خصوصية وزي ما هو مش بيدخل في حكايات تاني هي كمان هتلتزم الصمت ومش هترد على اي حاجة وكمان هي شكلها عيشة الواقع في حياتها اكتر وظهورة على السوشيال ميديا ما بقاش كتير زي الاول